موسيقى هو في البداية أعتقد أنه فكرة التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية فكرة جارئة لأنه الحركات الاجتماعية كانت دائما تتشكى من عزلتها ومن معناها انعزالها على بقية المكونات سواء المحلية وإلا الجهوية وإلا على المجموعات الأخرى اللي تحمل نفس الأفكار وإلا تمارس في نفس الأشكال النظالية إذن الفكرة كانت جارئة لكن الانطلاقة صحيح الانطلاقة ربما كانت محتشمة نوعا ما خاصة أنه الإطار العام متاع التنسيقية متحددش ومتوضحتش مهامها وهيكلتها هل هي شكل جديد متاع تنظيمها هل هي شكل كلاسيكي متاع الأشكال التنظيمية متاع الحركة الاجتماعية لكن أعتقد أنه لعبة في الحد الأدنى المطلوب منها باش من حملوهاش أيضا أكثر من طاقتها لعبة دورها في جمع عديد الناشطين في الحراكة الاجتماعية من مختلف جهات الجمهورية من أجل تبادل المعلومات في البداية والتنسيق ومن أجل أيضا التضامن وتعميق التضامن نحنا كنا معزولي كنا داخل في ذراب جوع وحشي مدة ثلاثة أيامات منهم ذراب جوع مفتوح منذ فهم سبعة أيامات ووقتها ما فهميش الأعلام ما فهميش السلطة متغيبة كان حضور التنسيقية لفق العزلة هذه حتى أنه لوقت اللي خرجنا نهار 19 جوليا في المسيرة المعرفة مسيرة 17 اللي كان حضور حضور نسوي بامتياز معنات اللي أول مرة في التاريخ الحقيقة التنسيقية كانت الشبكة اللي أولا لحماية ظهورنا نحن اللي كانت عرينا بطبيعة خطر السلطة كانت مراقبتنا حتى في المسيرة كنا نجموا نتعرضوا للعنف يعني كنا نحنا محميين بالناس المعتصمة في بقية الجهات التنسيقية يمكن نسمع بها أنا واحد من الناس في قفصة قفصة اشتمثل؟ أنت عندك حوض منجمي عندك معناها نتبروها أنا اقتصاد بلد في صفات هذا أنت تمشي القفصة غادي تهزمنا الكزان والكالكزين وتهزمنا التنسيقية مقابل لشكل هذا الحديث هذا كل ما أحنا ما حابش ندخل حتى في ميجينا حتى حد ما نسمع أحد نحب بطول نتفاوض مع السلطة وإحنا كذلك كتنسيقية وطني الحركات الاجتماعية نأكدوا دائما أنه من نبوش حتى حركة في التفاوض مع السلطة الحركات الاجتماعية هذه عندها شكولة يمثلها وعندها من الكفاءات ما يخلهم يتفاوضوا بذواتهم تنسيقي تهبط أهبط المدن يخثمر ديف عن بحثها السكدوت فما تبديت المتلوي أمنا عرائس بالخير سند زنوش بارش مع التمديات ما التمديات هدوك اللي اعتصمتلي فيها رأي شي غريب نحن الاتصامة تريد الوقت حضرتها والموجودة الاتصامة ثم تنسيقية غيابتها ما فماش ناس والد تعرف حاجة اسم تنسيقي الوطني الحركة الاجتماعية حتى في الجهات احنا مع ناش صيغة رسمية لكن عنا شرعية ميدانية شرعية نيضالية وشرعية شعبية احنا عنا حاضلة شعبية لانه العضو التنسيقي الوطني الحركات الاجتماعية اللي اصبح معروف ولا يحموه ابناء الحراك لانه نتعرض الضغوطات عدة نتعرض الهرسر نتعرض المضايقات لكن في الاخر نعرفوا اللي الشرعية بتاعنا نحن لا يمكن انه ناخذ تأشيرة بش نخدمه ومائم المشاكل نجد معتبرها الكبرى ان اللي خلت التنسيقية ما اثبتتش وجودها الفعلي انه التنسيقية ما زالت اطار افتراضي نوعا ما ما هوش واضح ما زال هولامي عند البعض غير معروف سواء من حيث اخذ القرار من حيث اتخاذ الشكل النضال المناسب من حيث التنسيق اذا عندها هي نفس الاشكاليات اللي تمر بها كل التنظيمات الافقية واذا كليش يلزمها اكثر مجالات متاع التقام متاع نيقاش بين الفاعلين مختلف الفاعلين الاجتماعيين من اجل تحديد المفهوم الحقيقي لهذه التنسيقية والمهام المطروحة عليها لان التنسيقية ما هوش من مهامها انها تقود النضالات بقدر ما هي من مهامها تعميق التضامن والحفاظ على وحدة الحركة الاجتماعية مع احترام خصوصية كل مكون داخل هذه التنسيقية ترجمة نانسي قنقر